أغلبية نيابية كبيرة تمكن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون من تحقيقها في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية رغم أنها شهدت نسبة امتناعاً قياسية عن التصويت ليست أغلبية ساحقة لكنها أفضل بالنسبة للمناقشات البرلمانية ولأجل بث الحياة في الجمعيات الوطنية فالمساجلات ستكون أكثر ثراءاً النتائج الأولية تشير إلى فوز ماكرون وحليفه الحركة الديمقراطية بنحو 341 من أصل 566 مقعداً بحسب أرقام وزارة داخلية يضاف إليها أحد عشر مقعداً مخصصة للفرنسيين في الخارج لم تصدر نتائجها بعد تحقيق الأغلبية بحسب الخبراء سيعني إزاحة أحزاب اليمين واليسار التقليدية التي هيمنت على الساحة السياسية منذ عقود كما يطلق صلاحيات الرئيس ماكرون في تطبيق حزمة إصلاحات تتركز في عدد من الأولويات مثل إصلاح قانون العمل وتعزيز ترسانة مكافحة الإرهاب قبل عام مضى لم يتصور أحد تحقيق مثل هذا التجديد نحن ندين بتحقيق ذلك إلى رغبة الرئيس في إعطاء دفعة جديدة لديمقراطيتنا كذلك نحن مدينون للشعب الفرنسي الذي أراد أن يسبغ على ممثله الوطنيين وجهاً جديداً لكن هذا النصر تخلى له امتناع نسبة قياسية شرفت على الستين بالمئة الذي برره خبراء السياسة بملل الفرنسيين بعد سلسلة طويلة من عمليات الاقتراع فيما ترجمه حزب الجبهة الوطنية إلى حالة من الرفض في الشارع الفرنسي لو أن حكومة ماكرون حازت على أغلبية كبيرة جداً في البرلمان فعليها أن تعرف أن أفكارها تشكل أقلية مطلقة داخل البلاد وأن الشعب الفرنسي لن يدعم مشروعها لإضعاف أمتنا وينتظر أن تنبثق عن هذه الانتخابات جمعية وطنية تتسم بمشاركة نسائية قياسية مع انتخاب 223 سيدة ويبدل بعض استياءه من هذا التغيير الكبير الذي يتجلى في وجود عدد كبير من النواب الجدد ينتمون إلى المجتمع المدني ولم يسبق لهم أن شغلوا مناصب بالانتخاب من قبل لكن فريقاً آخر من الخبراء يتفائل بالتغيير ويرى أن النظام الحاكم يشهد أكبر عملية تجديد للتقم السياسي منذ ما يزيد على النصف قرن